أخذ رأيك برضو يا أحمد في المباراة بالكامل موسى يا كابتن هو عموما فيه لاين زغير ما بين الانتقاد الإيجابي وما بين الهدم طبعا احنا بننتقد ولو انتقدنا النهاردة الفريق فهو نقض إيجابي من أجل ان احنا نشوف الأهلي بشكل أحسن موسيماني انتقد نفسه بالضبط كده يعني طبيعي يا جماعة فيه ظروف الأهلي بيعيشها قهرية مش صعبة هي ظروف قهرية 14 إصابة غياب دوليين الستراكشر بتاع الفريق الأساسي أصلا مش موجود معاك في البطولة كان كلهم لعيبة دولية غايبة المفروض العناصر الأساسية اللي بتعتمد عليها بشكل أساسي مش موجودة فالفريق بيمر بظروف صعبة بالإضافة ان هو بيواجه فريق مش سهل الناس بتتعامل مع بالمراس كأنه فريق سهل وفريق في المتناول لا بالمراس فريق قوي تكتكيا قوي فريق مدعم بتمن صفقات قبل البطولة وده شيء مش قليل في ظل ان الأهلي بيعيش ظروف صعبة فدي كانت ظروف فعلا صعبة الطبيعي انك انت كنت تتحاول وتحاول لحد آخر دقيقة بس لو خسرت شايفة ان هي شيء مش مبالغ انك بتلعب قبل نهائي كاس عالم في ظروف صعبة فطمنطقي جدا جدا انه ممكن الفريق لقدر الله بسبب تفصيلة زغيرة أو تفصيلتين تلاتة زيالة اللي حصلوا في الجيم النهاردة ما نكسبش ده شيء طبيعي الأمل والهدف ان الفريق ده بإذن الله يقدر يحقق ميداليا في البطولة ده هدفنا في ظل الظروف الصعبة دي ان احنا نقدر بالفعل نخرج من البطولة دي بميداليا ان قدرنا نعمل ده فده في حد ذاته انجاز كبير جدا جدا للنادي الأهلي في ظل الظروف الصعبة اللي عاشها الفريق قبل البطولة من إصابات وغيابات دولية ترجمة نانسي قنقر